بيع محمد جابر أول واحد بس أنت بدأ الفقرة أخير أعطوني أول شيء فقرة أحمد إحنين في البليغرو أعطني الفيديو الفقرة أحمد ونرجع لكم في شطر ذكرته في بداية البرنامج ماني بمنياتي ولا يدرام شطر حفظته ما عرف كتابه شطر يناسبني مثل هالليلة وشوفني بهالمكان أولابه أخوكم ومحبكم أحمد حنيف في البوردك ممكن تسألني وش هو البوردك مستغرب وش هو البوردك طبعا هذه صالة الانتظار وأنا مدير طيران الأستوديو سوف نعلم سويا من هو الذي حزه مؤكد ومن هو الذي طال انتظاره طبعا كان أحمد حنيف في فقرة البوردنج طبعا ناصر أحمد حنيف فكرة مختلفة شعرة مختلفة أداء مختلف مسمى مختلفة أنا أشوف أنه كانت فرصة جميلة جدا لأحمد وستطاع أنه يبدع جدا فيها إلى درجة أنه غير الأسم من بليغرو إلى بوردنج قدر أنه يغير في الفكرة قدر أنه يغير بالطرح حتى الشعرة الصوتية استطاع أنه يجدد فيها فأنا أشوف أحمد حنيف تميز وأتوقع أن هذه راح تبقى في سيرة ذاتية طويلا لأنه تميز بصراحة طيب فهد السؤال بيكون معك مختلف لحمة قبل السؤال أشكر فريق دعمي الحناشل أعرفت؟ أتمنى منهم يقلبوا الحساب ما يبيعوا ورق نب يبيعون أكرمكم الله أي شيء يبيعوا علب مويا فطاير أي شيء قفلونا شكرا لهم وقفهم عليه ومقلبوا ضدي مع المتسابقين أحمد حنيف ويش سالفتهم مع القصيد أبيات ويقول الشاعر أنا ما عليك في تاكل أوله ما عليك حسنا جاسين أنا متسابق المغرض توتر صح؟ دعا فهد من باب الشاعر اللي يقول في البيت قلت أسمع البيت بيهتمني من بيت ما أقل قال البيت يقول رد القضاء واجب هذا بيت أنا بيت طلعت في أخويا قلت هذا حكمة قلت بالله أدخلها تقطق عليه قالوا تكفر لا تخر الفقرتها قلت إيش هذا؟ رد القضاء واجب إيش رد القضاء واجب أنا أرى عن فقرتها تأخذ ستين في المئة إلى سبعين في المئة للأمانة ليش؟ لأنه ضيع التنظيم فيها هو بنفسه بنفسه ضيع التنظيم كيف ضيع التنظيم؟ أنا أعلم الآن تدعي الكافلين أوكي الشباب حلو؟ ثم تأتي تقول انتبه ها ترى بطلع متسابق ولا بعدين بصير الأخص المضاعف عليك أربع ضعف خلط إذا أنت بغت لزي المكفول على الضيق مفترض أن القرار كان هل بتخلي المتسابق بمقابل أن خصمه السابق يدبل أربع ضعف كان بتشوف الجميع بعح طيب فهد هو يشوف هذه الآلية اللي أنا بقدم فيها فقرة خلط الآلية يا أبو أنت ما في هدف كيف فقرت مو على كيف هي المسألة مش بالكيف في الشاشة هي المسألة حاجة مفهومة في الشاشة أطلب حاجة أفهمها أنا يعني ما وصلت لجمهون؟ أنا ما وصلت ما وصلت ممكن عجانك خلف الباب؟ بعد أنا متابع يا أبو نايف أنا الشاشة شغالة عندي وأنا متسابق دخل المتسابقين المكفولين حلو حلو تجي أنت تقيمني ذا حين على الدرجات طيب وكيف يلي قبل شوية اللي تقول ما اللي قال أبغاه لا تطلعونا بتحمل كيف ليش طلعتني؟ المغرض أنا متسابق صح الآن أنت سألت كيفيلي تبغاه ولا لا؟ قال أبغاه قلت خلاص بعدين تجيبني أنا معي كيفيلي وتطلعني على درجاتي طيب أنت قايا في البداية ما معي درجات علي أساس طلعت ما كان في ضبط الفقرة كامل ما كان في ضبط طيب طبعا نشكر صالح بلوي الشارط طبعا من كلماته أداء صالح نقول الله يعطيه العافية صالح دائم يعني له لمسات هادئة وجميلة في من ضمنها فقرة فلاشباك كانت من كلماته بالنسبة ل نتكلم على مشعل القحطاني كيف تقديمه اليوم في البرايم يا بنايف مشعل القحطاني يعني طالما أنه متسابق فالجمهور ما ينتظر منها الأبداع الكبير جدا في التقديم ومع هذا أبدع وأجاد وستطاع أن يقدم لبرايم بشكل جيد طبيعي أن الواحد يغلب عليها التوتر طبيعي جدا انتعامل الجديد ولي أول مرة مع الاربيز ومع الكنترول وكيف يتلقى المعلومة ويوصلها مع الهواء مع متسابقين وواقفين قدامه مع إدارة فقرة مثل إبرايم إلا أني أشوق مشعل يعني بصراحة كان بالمكان المناسب وستطاع أن يقدم شكل جيد مشعل بالنسبة لي أنا شوف أحمد نحن في كويس كويس لكن الفكرة عندها ما كانت مضبوطة حلو واكتشفت أيضا أضب حاجة أكتشفتها المتسابقين يا أبو عبد الله يعني يروحون للكماليات ويطرقون المسألة الأساسية يدور التلميع والنواة واللبو يعني تجده يبحث عن اللبس بس الفكرة ما هي يهتم في تفاصيلها تجده يبحث عن ديكور حق اللوكيشن بس طريقة مشيه وتقديمه في الديكور ما ينتبه داخل اللوكيشن هذا ما ينتبه ما يقول ما بينتبه اللب يعني أنت قصدك ركز على الجماليات بس المحتوى تركها هذا العصل غلط المبدأ هذا غلط الأصل تبني المحتوى بناء عليك اسم الجماليات أنت الآن يا أبو نايف في فقرة اكتفانين أذكر في اليوم 84 و 30 يوم ناقشتهم عن برنامج واقعي أنت ناقشتني قبلها عن برنامج واقع قبل الفقرة قال أنا نناوي أدخل أنت شرايب هذا أنا جهز إيش بقدم على الشاشة كمحتوى أي لأن هذا سيفي لي حلو ممتاز مش عالق حطاني في البرائم أثبت نفسه في بداية البرائم كنت أشوف أنه مرتبك ثم يعني اندمج في الشخصية وأصبحت الهالة حقتها أقوى منه تسابقي كان البرائم ترى كان يحتاج حضور خاصة البرائم هذا لأنه لا يوجد فيه أسئلة المحتوى يصنعه المقدم أسئلة شخصية اندمج سأل أسئلة شخصية هناك بعض المشاكل التي حصلت من المتسابقين لا من المقدم من المتسابقين إي أدت المتسابقين بينهم حسد فضيئة شتته حسد حسد أنا أقول كلمة وأعرف الشيء حسد حسد أرضي ما يصفطون البعض والله ما يصفطون بعضهم ما يصفط البعض إلا فيما يعني إلا من رحمة ربي لكن الأصل يا أخي خوية يمكن أن يوافقها الله نرزك يعني ممنطقي نجح فقرتها يا أخي طلعوا بحندو طلعوا فصل قلت يجي معتها خير قلت أنا متسابق اللي ما بينجح فقرت خوية طلع في كبدها بلا ما بينجح الرجال يمكن يعجب ناصر يعجب سعود توذب عليه توطيق عليه إيش اسمها هذا إيش اسمها تخرب عليه بس توذب عليه عجل أنطيح من هيبته ما يصير ما يستوي ولا تدخله في ارتباك ولا تطلع من جو التقديم إلى جو أنه متسابق أداء أداء مش عجبني الأمانة أنا شعرت بشو والله ما أزل شعرت بشو الرحبة في البرايم أكتشفت أن البرايم لها رحبة حجيبة خطير والله لها رحبة أنا أول مرة أجر والله خطير طيب اليوم على طاري فقرة تفانين قدم ماجد رشيد فقرة تفانين أعطوني الفيديو الخاص بماجد ونناقش بعد موضوع ماجد في تقديم الفقرة تفانين الأذان المكي كلنا نسمعه وكلنا نعرفه هو على أي مقام أين هو أنت أذان المكي مكوين الأعجازي ما اسمه صح بطل صح هو الحجاز صح فهمت علي عندنا مثلا عندنا الشي الشي اللي كنا دائم نسبع من هنا نحن صغار وإلى يومكم هذا الردد سارعي للمجد ولا حمي هذا على أي مقام أعطوني توقعون اللي هو النشيد الوطني السعودي الحماز يسمح لا لا الصباح أبي الطربي يسمى اللي قال هنا آآ 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 طب شا لك نخش في الموضوع ونجي لها بعدين آآ 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 بيوم يجبونا آآ بس هذه آآ طيب يلا ودي آآ الود ما يوطى جميع المحالي آآ 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 خص المقامات والأداءة صوتها يا أبو لايف في مثل يقول لك أعطي الخبز خبازة آآ 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 كيف أقول لك؟ شادها؟ ايه مرح ما تقدر تمزح معا يدير العديد ما كان كذا أول لأيام معجب الله يعطيه العابة يترك كذا أي شي لازم يديني ما يخلي الكلمة يتعرض خذها تصريح جبل هذه النسخة نادر عجمي بلا منازم شوف اللقطة هذه شوف الكفش الروم الحين احنا طالبين فيه محمد جابر شوف أبو عبدالله شوف أبو عبدالله من اللي جالس يرتب توقع محمد جابر محمد جابر هذا هذه طبع من ينام في الكموش رفو سنين من يجب على القحطاني هذه بالربعة لا أنا اللي شفته اللي أنا شفته هذه بالربعة محمد جابر وخالد اللي قاعد بي المفروض خالد ومشعر معهم الحين يرتبون طبع المنظر هذا للأسف المفروض ما يطلع على الشاشة انترى أبو عبدالله